احنا دخلنا في الجد من اول مبارا عن نبجي حتى اقولنا كتير جدا ضربة البداية مهمة جدا انك تبدأ تطلع فايز دي مهمة جدا في البداية بتدي شعور طيب للعيبة تشيلوا من تحت الضغط شوية لكن احنا مكملين اه حصل اخطاء فراد زبابي في بعض المشاكلات برضو فيه مش مبسوطة او في الشوت التاني لكن جازة فاني شغال عالطول بيشتغل بتدرك الامور دي وان شاء الله في ماتش هتلاقي حاجة احسن كواس جدا طبعا بعد فوزوغاندا بيخليه برضو الولاد عندهم الشعور ان هم لا هيزودوا تاني اكتر ان شاء الله هكونوا ببراه كويسة وان شاء الله البطولة كلها كويسة ان شاء الله الكلام كان على الماتش ولكن تصريحات مستر جيل بيقولك انا عايز ثلاث نقاط اللعيبة هتيجي مع المباراة اعتقد تصريحات منطقية وبتساعد اللعيبة كمان اللي هي تبذل جهد في الملعة بص هو الراجل بيشتعل هو الجهاز بتاعه بس شي طبيعي هان بارد خلي بالك برضو الافتتاح مع المع السعرات في الاول مع الحاجة دي كلها برضو كان فيه ضغوط استدى الكهرة في حد ذاته الوحد وده رهبة كبيرة جدا يعني لكن وعند دين لعيبة برضو فيه لعيبة برضو يعني ما لعبتش عستدى الكهرة بالمانظر ده كل لكن دي برضو خلي بالك برضو دي مش اعذار مش اعذار خالص والله ما هي اعذار لك يا برضو ده ان شاء الله الموانجة تكون احسن ان شاء الله فوز ورا فوز نوصل اول نفضل في السادة الكاهرة تفضل جمهارينا معنا تفضل المكان الورتين في البطولات دي دايما لما بيبقى معتاد او متكرر بيبقى افضل بكتير طبعا مش موضوع السادة الكاهرة بس لا انت الارض اللي بيحافظ على الفوز ده في الاول وعايز يوصل البطولة النهائي لازي يكون عنده هدف انه هو البطولة هدف انه احنا قلناها بلكده كتير هى داخل مصر اخرى بطولة? مش داخل طولة? ان شاء الله اقولنا في الجابون هزا الكلام واحصلش نصيف ان هيه لكال ان شاء الله تكون في مصر بطولة من اجل مصر ان شاء الله الكلام بقى المع ازكر والحال جنمهة واليديوميسية او الاستماعات ومش الا Level واطاقط ده مش عارف حسلم الناس يعني مفرد حتى لو في حاجه ميبقاش الكلام خد اكبر من الحجم انت شاف احدا saints اخذ اكبر من حجمه? بص انت ما تقدرش تمنع الناس تتكلم. لك احنا احنا دورنا ان احنا بنقول الحقيقة دور اللي حصل. اه لك حاجات كتير هو. بعد الفعل يكون برضو ميكونش كبير يعني ميكونش فيه. اه احنا احنا ده دورنا ده دورنا. لكن تقدر تمنع الناس هتتكلم والترياء والحاجات دي ده ده تعملوك شيء. لكن احنا دورنا ان احنا شفنا الموضوع الموضوع اه حصل بالفعل. لكن هو مش بالحجم اللي هو مصار طبعا. مش عايز اخش في تفاصيل اكتر لكن طبعا بلاخ مدير فني. مدير فني اخذ الاجراء بتاعه طبعا هو هو صاحب القرار في الموضوع. باش سبعد لحد بشمه? باش سبعد الكلام ده خالص. باش تبعد الكلام اكلم معهم انتو ترعيب اكبار ده كل خطوة عليكم احسوبة انتو نرد في البلد اللي باكو لاقفوا اراكو. لازم تاخدوا باركم من الحاجات الصغيرة دي خلاص. انتو بلعيته محترفة يعني. وانتول ما احنا بنتعامل كمحترفين يعني. لكن الامور اه لا الحمد لله يعني. بنتعامل مع الموضوع على قد الحجم بتاعه طبعا. انا جلنيش بسلا في افتتاحه طولة انا عارف على فكرة الموضوع اللي هو حاجة مش طبيعية. وعلى فكرة والله جلنيش بعيتلي او مش عايز اقول له احطيك قبل كده من اكتر من سنة. قال لي يعني ما عرفش الصفحة دي والصفحة دي اه بتبعت حاجات كذب وعملت بلبلة بشكل كبير. تقدر تمنع انا تقول ما درش الناس بتطلع الكلام. ما احنا بنتعامل مع الموضوع على قد حجمه. موضوع جلنيش هتشوف تطوله انت بش ست المعسكر خلاص. انت بش انت هنين بتعمل ايها? وقابلها برضو. ناس كلها سداني مش مش ناس كلها مركزة هستعمل حاجة كويسة للبلة. يمكن برضو معلش انا هتكلم على احمد حجازي انه ما فيش مدخلة ولا ما في اه مكالمة بعملة. ازي احمد حجازي. احمد حجازي اه في عنده كسر في الانف ومكامل المباراة عادي جدا. اه الدكور بقول لكم هتغير لا اهو مش هيغير. اه تدريب تاني يوم اه من المستشاة بعد ما عمله الماسك على الواج وبيشارك ده. هل عبية بشو هندس الماتشات? راجل يعني. ازي هلعب الماتشات كلها بالواجد. اه طبعا طبعا.